مرحبا أنا الدكتور أحمد صادق العموري خصائي جراحة العظام المفاصل العمود الفقري موضوعنا اليوم تكملة لكلامنا السابق عن موضوع الاحتكاك بعلاج الاحتكاك وتحديدا علاج احتكاك مفصل الفخد وتحديدا الدرجات المتقدمة منه اللي بتتم عن طريق عملية تبديل مفصل الحوض أو الفخد وهي بتكون عملية بتم فيها تغيير رأس عضمة الفخد بالاضافة الى عظام او عظم صحن الحوض اللي بتتمفصل مع رأس عضمة الفخد اللي هي بتكون بالنهاية مفصل الحوض الهيب جوينت او مفصل الحوض من المفاصل اللي بتساعد على الحركة بطريقة تقريبا شبه دائرية مدى حركتها واسع وبتدخل طبعا بيحتاجها اي شخص خلال حركته اليومية فبالتالي اذا تطور الاحتكاك لدرجة كبيرة صار ان المريض ما بنقدر انه احنا نوفر له حياة خالية من الألم لممارسة حياته اليومية ومتطلبات حياته اليومية فبيكون الجراحة هي حلنا في هذا الدرج بتكون عن طريق تبديل المفصل بالعادة هاي العملية بيكون مردوداتها كتير كبيرة ورائعة لانه المريض بيتجنب الألم بصورة كاملة بيقدر انه المريض يبدأ بالحركة في اغلب الاوقات خلال اوائل الايام من بعد اجراء العملية بنحتاج انه احنا نقوم باجراء علاج تأهيلي وفيزيائي وطبيعي كرمال تقوية العضلات بالمنطقة المحيطة بالمفصل وعودة المريض الى سابق حاله بما كان عليه بدون ألم وإلى حركته بصورة طبيعي بتمنى لكم دائما طولة العمر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة